في مجال الطرق والمحاور الحقيقة يمكن كانت دائماً هذه هي المشكلة ومشكلة بالذات في الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية لأن ببساطة شديدة لما كان بيحصل يعني زي ما بيقول الدنيا بتشتي قرى كلها كانت بتعزل وممكن الناس ما تعرفش تخرج من بيوتها بسبب بعدم موجود شبكة طرق ما زال هذه المشكلة موجودة بالفعل ما زالت موجودة في القرى اللي احنا لسه هندخل فيها في المراحل التانية والتالتة من حياة كريمة ولكن الدولة المصرية على مدار هذه الفترة نفذت تلتمية وستين كيلو متر طرق جديدة من خلال وزارة النقل بالإضافة إلى متين خمسة واربعين كيلو طرق رئيسية جديدة جاري تنفذها بتكلفة حوالي تلاتة ونصف مليار جنيه ده بالإضافة لرفع كفاءة شبكات طرق وصلت لحوالي ستمية تلاتة وتمانين كيلو من الطرق وعدد تلاتة وعشرين كبري ونفق بإجمالي واحد واثنين من عشر مليار داخل مدن المحافظة في المحليات أو التنمية المحلية والمحافظة بينفذوها والحقيقة هنا يمكن أنا حابب أتكلم لأن أحد أهم الافتتاحات النهاردة هو محور تيمة اللي بقرضه حنشرف بافتتاحه في حضور فخامة الرئيس الحقيقة هذا الموضوع المهم جداً وهو إنشاء محاور التنمية وليس الطرق اللي بتربط ما بين شرق النيل وغربعه وكانت مشكلة الصعيد الأساسية إن ممكن كنا بنلاقي إن المسافة ما بين كبري إلى آخر ممكن تصل إلى مئة كيلو وبالتالي كان لنا أن نتخيل مدى معاناة المواطن اللي ممكن يبقى ساكن في الغرب عشان ينزل أو يروح الناحية التانية ويمكن أنا كنت بعض مع عدد من الزملاء اللي كانوا أصولهم الصعيد كان بيقول أحد أسباب عدم إكمال التعليم إن كان ممكن بنلاقي إن المدرسة السنوية موجودة في ناحية وإحنا كقرى موجودين في الناحية التانية وبالتالي بنجد صعوبة حتى إن إحنا نعرف ننتقل فنكتفي بتعليم على قد مستوى التعليم الأساسي وده كانت مشكلة كبيرة جداً موجودة نهينا عن فرص العمل وإن إحنا عدم القدر على الانتقال وبالتالي كانت توجيهات فخامة الرئيس بإنشاء عدد من محاور اللي تتعمل على النيل على مستوى الجمهورية كلها والحقيقة يمكن بحيث إن إحنا نصل إن المسافة لا تتجاوز ما بين المحور والليليه 25 كيلو وعشان كده كان فعلاً الدولة المصرية بدأت بتنفيذ 34 محور عردي منهم فقط 22 محور جوا الصعيد الحقيقة نصيب يعني أنا حواري إن حضراتكم بس عدد من هذه المحاور بدءاً من بني سويف من أول يعني الحقيقة محور المستشار عدلي منصور وإحنا انتهينا بالفعل من 22 دول انتهينا من 8 بالفعل أول محور محور المستشار عدلي منصور محور بني مزار في المينيا محور ساملوت محور ديروت محور جرجة ومحور قوس ومحور كلبشة ومحور طمى اللي إن شاء الله احنا النهاردة بنفتتحه وده يمكن صورة لهذا المحور ويمكن أهمية هذا المحور زي ما كنت بقول إنه بيربط ما بين الطريق السعيد الشرقي مع طريق السعيد الغربي يعني محور عردي تنموي ممكن الدولة وفعلاً ده اللي بيتم إنها بتنفذ عليه مشروعات تنموية في مختلف المجالات سواء استصلاح أراضي مناطق صناعية مناطق لوجستية علشان نستفيد من تواجد هذه المحاور الحقيقة أيضاً تحت التنفيذ أربعتاشر محور آخر بديل خزان أسوان دراو الفشل أبو تيج شمال لقصر منفلوت دي كلها نمازج لهذه المحاور اللي سيادة رئيس وجه إنها تكون لها الأولوية الأولى وإن انتهي منها إن شاء الله سواء في هذا العام أو العام القادم على الأكثر في مجال السكة الحديد وده كان محور مهم جداً تم تطوير كامل لخدمات السكة الحديدية في محافظة سهاج من خلال تطوير 12 محطة محطة سكة حديد بحوالي 54 مليون جنيه بالإضافة إلى 37 مزلقان تم تطويرهم بالكامل ده بخلاف مشروع الكبير القومي لكهربة الإشارات وتحويل المنظومة بالكامل إلى منظومة إلكترونية وليست منظومة يدوية وده بقى شكل النهاردة محطات سكة الحديد بتاعتنا اللي بقيت موجودة النهاردة في قرى ومناطق يعني صغيرة جداً جوا محافظة سهاج بختتم بالمشروع الأهم على مستوى الجمهورية مشروع حياة كريمة والحقيقة هذا المشروع اللي أطلقه فخامة الرئيس اللي بيعد بحق مشروع القرن لمصر نصيب سهاج فيه الحقيقة نصيب الأسد لأن الحقيقة من إجمال 52 مركز سهاج فيه سبع مراكز يعني حوالي 13% من إجمالي مراكز المرحلة الأولى بيتنفس في سهاج 12% من عدد القرى لأن عندنا 181 قرية في سهاج من إجمالي 1477 حيستفيد من هذا المشروع من المرحلة الأولى 2.5 مليون مواطن من إجمالي 18 مليون على مستوى الجمهورية اللي بيمثله سكان المرحلة الأولى من حياة كريمة جوه هنا سهاج 2656 مشروع بتكلفة تقريبا 37 مليار جنيه ده بالإضافة لمشروعات كنا نفزناها في المرحلة التمهيدية وسط تكلفتها لـ 330 مليون جنيه يعني بنتكلم بنقترب من 40 مليار جنيه فقط في مبادرة حياة كريمة لمحافظة سهاج مشروع بيشمل نقلة الحقيقية لكل الخدمات اللي بيطمح إليها المواطن المصري مدارس سواء مدارس ابتدائية أو مدارس سنوية فنية وحدات صحية بتتعمل على أعلى مستوى مجمعات حكومية عشان تقديم الخدمات ومجمعات الزراعية نواة المراكز الشباب والرياضة بالصور اللي حضركم شايفينها الخدمات البريدية تم تنفيذ 150 مكتب بريد على مستوى محافظة سهاج 181 مشروع صرف صحي النهاردة بيتنفذ على الأرض بالإضافة إلى 8 محطات معالجة جداد بينشاؤه بالكامل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفعل تم تنفيذ 37 مشروع وجري تنفيذ 144 و18 محطة تنقية جديدة الريو طبطين الترع زي ما سمعنا الحقيقة من أهم المشروعات اللي بتخدم أهلينا في الريف واللي النهاردة الحقيقة فيه أكتر من 96 مشروع بيتنفذوا على مستوى محافظة سهاج في هذا الشأن جنبا إلى جنب مع ده في قرى مصر أيضا بنمول المشروعات الصغيرة وبنوفر تمويل لأهلينا في الريف وبالذات المرأة المصرية عشان يبقالها فرص عمل ووصلت القروض الصغيرة الموجودة إلى 1 و1 من 10 مليار جنيه وفرت 77 ألف فرصة عمل في خلال السنة ونص اللي بدأناهم من مبادرة حياة كريمة ده بخلاف الفرص العمل الغير مباشرة طبعا اللي اتعملت وتوفرت لأهالي المحافظة اللي بقى بيعملوا في مشروعات حياة كريمة نفسها مشروعات الانشاء